دكتور حسام خلينا توقف أن النقطة دي لنا مهمة جدا أنا بالنسبة لي جمهور هو الأساس فكرة إحنا كنا بالراهن الفترة اللي فات على وعي الجمهور وده كان واضح في أمور كتير جدا بدليل حتى لما بتحاول تعمل مشكلة كبيرة داخليا وعي المواطن خلينا أقولها أكتر من وعي الجمهور دي وعي المواطن بيكون هو الضمانة أن أنت ما تقعش في الخطر اللي ممكن يصيب واطن ففكرة بقى هنا أنا بقيت مش عارفة أو زينة هل أنا أمام جمهور فعلا واعي قادر يحكم ويقول لا مش هنجذب لده ونفس الوقت نفس الكلام بتقوله نفس الجمهور بيعني مشاهدات كبيرة جدا للمنصات اللي ملهاش أي أسس ولا أنا عارف مين اللي بتكلمني فكرة أنا مش عارف أنا أحيانا بشوف عدد مشاهدات لناس أنا نفسي كان أنا في والسؤال تقول مين ده أنا بتابع أنا غزبني عني لازم أتابع الخليجي والداخلي وحتى أعداء الوطن أنا بتابع كل منصاته فلاقي بقى حد أنا نفسي مش عارفة مين ألاقي كمية مشاهدات دكتور حسام هنا الخلل فين هو قادر يعمل التأثير ده برضو برضو دي نقطة هو قادر يعمل التأثير ده ويعمل مشاهدات دي أنا هقول لحضرتك يعني تحليل الشخصي لهذا الخلل أولا إحنا يعني فوق المئة مليون مواطن والجمهور له تقسيمات مختلفة والمستحدث بشكل أساسي هو جمهور الشباب طبعا من الشباب بنبتدي من أول 10-12 سنة خلي بالك بيبتدي يشتغل على هذا العمر ويوصل لغاية مرحلة التعليم الجامعي ويفضل مكمل معاهم وإذا قدروا أن هما يوصلوا لهذا السن المبكر سدقين هيبقى عندنا الجيل عنده مشكلة يبقى ده الجمهور المستهدف بالنسبة لهم رقم اتنين بيعرف استخدم الأدوات يعني إحنا يمكن ما عندناش خبرة كبيرة في استخدام المواقع والتطبيقات والمنصات وخلينا أقول لحضرتك أنها ما بتشتغلش بشكل فردي كل الذين تم القبض عليهم فيه عن طريق المنصات أو كذا يقول لك أنا باخد نص الأرباح وفيه شركة هي اللي بتاخد 50 تنمية من الأرباح إذن هذه الأمور كلها يعني مصطنعة بمعنى هو عنده صفحات مليونية عنده قنوات على اليوتيوب فيها آلاف المشتركين فيقدر أن يبص عليها محتوى طب الأمر اللي بعد كده والأخطر أنه أغلب المتابعات والمشاهدات بتتم أحيانا أو في أول المرحلة بشكل يعني لا إرادة أنت حضرتك بتبقى قاعدة معاك الجهاز الموبايل بتقلبي في الصفحات بيظهر لك بشكل عشوائي صفحات ومحتوى أنت من الأساس جير مشتركة فيه وبالتالي ده بيعمل آلاف المشاهدات الأمر الآخر هو اختيار العنوان عنوان صادم دايما دايما يقول لك شاهد قبل الحسف وإحاءات بقى جنسية وإحاءات غنفي وإحاءات كراهية وإحاءات كذا واستهداف أشخاص وإساءة إلى المشاهير والشخصيات العامة إلى آخره إذن هذا المحتوى الصادم مع هذا العنوان الذي لا يعبر عن أي حقيقة يخلي الناس دايما تشوف طب هل ده بس؟ لا أنا عاوز أقول أنه نحن مقصرين الإعلام الحقيقي والبرامج الحقيقية ولما أقول الإعلام الحقيقي بتحدث عن الصحافة بتحدث عن التلفزيون بتحدث عن الإزاعة بتحدث عن المواقع كلها اللي وغد ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما عدا ذلك فهو ليس إعلام وليس وسيلة إعلام ولا يمكن التعامل معها لأنه وسيلة إعلام المشكلة الأكبر والكارثة اللي كنت حضرتك بتقوليها إن إحنا للأسف الشديد وقعنا في الفخ بمعنى إن هؤلاء اللي بيسموا نفسهم مشاهير وصنيع محتوى على تلك المنصات هو هدفه الأساسي إنه المجتمع والإعلام الحقيقي يعترف به يقوم أحد الإعلاميين الكبار في قنوات كبرى يجيبه ضيف هو الهدف الدالة المصدقية كده ولذلك الخطوة الأولى يجب منع جميع من حس المبدأ عشان بواضح وصريح أي حد شغال على السوشال ميديا دون أن يكون إعلامي ومفهوم يعني إعلامي أو صحفي وله خبرة وعنده دراسة وعنده إلى آخره إن دايب الكرير بتاعه يمنع استضافته على الهواء مباشرة كل الأخبار والموضوعات والساعات اللي بنملى بها هوا من خلال المنصات المنصات هي اللي عاملة فينا هذا يعني بحيلة أو بأخرى هو اللي بيصدل لحضرتك إنك تقول إن دا الترند وأنا قلت إنه هذا الترند المزيف هو اللي بيقتل مهنة الإعلام الحقيقي اللي إحنا عاوزين نعيد إليه مرة أخرى الانتشار والمشاهدة والتأثير دكتور حسام يعني في كلام حضرتك هنا يعني عادة نقول المواطن لما يجد من يحنوا عليه في الإعلام أنت مش قادر تتكلم أو توصل لهموم الناس وتعبر عنها كإعلام مش قادر حتى قضايا الدولة السياسية أنت مش عارفت توصل لها أو تشخصها بشكل حقيقي كإعلام فكرة دائماً أنت مش عارفت توصل لده ده قصور من فين إحنا مش إحنا برضو أنا حقيقي معايا كرو إعداد ما بيدورش في التريند أنا غصباً عني ممكن عيني تأخذني حاجة في التريند وبعت لهم لأ إحنا جايبين لك أضايا حقيقية فلو بسيط على الحلقة النهاردة هتلاقي نحن فعلاً بنراعي فكرة المهنية بشكل أنا بشكر الناس النهاردة أنه فعلاً أنا مديونة للإعداد بتاعنا من أول ما اشتغلنا في البرنامج أنهما واغدين الخط ده لا ينساقوا فكرة المهنية هي فأنا عايز أقولك ليه فكرة أن أنت مش عارفت شخص ألم الناس ولا عارفت توصل لهم ولا حتى قضايا الدولة الإعلام عارف يوصلها بدليل انتقاد السيد الرئيس وعدم رضاءه المستمر وده بنشوفه ده كلسه من كم يوم كمان حتى قال إن الإعلام بيعمل أزمات خارجية نعم ما هي الأزمة الحقيقية إن الكل أصبح يجري أو يلحس وراء التريند ونسبة المشاهدات وعدد المتابعين وإلى آخره وده خطر حقيقي لأنه هذا التريند مزيف وتلك المشاهدات وهمية وليس لها أي تأثير على الإطلاق الأمر الآخر إن الكل مقصر والكل متهم بمعنى إنه يجب إن احنا يكون لدينا استراتيجية ولذلك أنا أدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنقابات الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وأسازة الإعلام وكل الإعلاميين والمختصين نقعد نعمل استراتيجية للإعلام المصري إنه الإعلام المصري في خطر حقيقي والسيد الرئيس محق إنه في كل الأزمات بنكتشف أن الإعلام هو من صنع الآزم كلما نتحدث في محاولات واقيعة لن تحدث بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما بينهم من روابط تاريخية والجغرافية وشراكة يا جماعة استراتيجية في كل الملفات وكل القضايا لما نتكلم حتى في التدعيات الاقتصادية وهو وضع عالمي وهو وضع متعزم ونعترف إنه في حالة من غلاء الأسعار وفي إشكالية في أليات الضبط والرقابة لكن السيد الرئيس قال ما ينفعش طول الوقت إنه الإعلام يركز إنه الشعب المصري كل اللي فرق معاه هو الأكل وإنه عندنا مشاكل في الأكل فيها يا جماعة حاجة اسمها الصورة الزهنية للدولة المصرية في الخارج ليه إحنا لأنه نركز على هذه الأمور وبعدين الأمور دي لما تخرج من ناس غير مختصين وعلى المواقع والمنصات يعني قد يبدو بالنسبة لي أمر مقبول إنه شخص غير مسؤول إنه لما نتحدث عن أشخاص مسؤولين وفي مواقع المسؤولية وهو لا يعلم كيف يدير ملف الإعلام وبعدين القضايا ولذلك أنا دايما أنا بقول إن الإعلام يجب أن ينشغل بالقضايا الأساسية ويصنع وعي الجمهور إذا تلك القضايا الأساسية في كل ملفات